اشتركوا في القناة اشترك دكتور عبدالله شرفتنا الله يخليك يا رب كل سنة وحضرتك طيب وخير يا رب وحضرتك بالصحة والسلامة وعام جديد ان شاء الله علينا يا رب ان شاء الله دكتور عبدالله طبعا احنا في ازمة كلنا بنمر بها خصوصا الامة الاسلامية كلها فدايما الانسان بيقول هل هو ده ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى طيب والابتلاء هل بيجي في سورة شر بس لشان مشاهدين برضو يبقى عارفين معين وبسم الله الرحمن الرحيم اي شيء بيصيب الانسان ممكن يؤثر عليه سلبا فده ابتلاء سواء كان بشيء محبوب او بشيء مكروه يعني مثلا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعت لواحد مرض معين فالمرض ده نعتبر ابتلاء بيختبر مدى قدرته على الصبر ومدى قدرته على اليقين ومدى قدرته على الايمان بالله سبحانه وتعالى ده ابتلاء ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعت له واحد فلوس كتير يكون عنده فلوس كتير جدا او يكون عنده صحة او يكون عنده ذكاء ذكاء شريد جدا فربنا يختبر ويعتره ويستخدم الذكاء ده في نفع البشرية والناس ولا في ان هو يتخابث على الناس وان هو يقدر ان هو يعني يتلعب بعقلهم ومشاعرهم والكلام ده كله فالحاجة اللي الناس مش فهماها ان فكرة الابتلاء مش قاصرة على الامور المكروهة ممكن تيجي كمان في الامور المحبوبة يعني زي ما ربنا ممكن يبتلي انسان بالمرض ممكن يبتلي انسان بالصحة طب انا ازاي ربنا هيبتليني بالصحة هيبتليني بالصحة ان انا يشوف انا هعمل ايه بصحيت دي هل انا هفيد بيها الناس هل انا هتجبر عليهم هل انا يعني هتكبر ممكن اكون متكبر وممكن اكون متجبر متكبر يعني ماشي كده الناس ايه محدش هممني انما متجبر انا باستخدم الطاقة اللي عندي او القوة دي او الصحة دي ان انا اؤذي الناس فدي كلها ابتلاءات فربنا سبحانه وتعالى بيبعث الانسان الحاجة ويشوف بقى الانسان ايه هيعمل ايه فحتة ان الناس بتظن ان انا دلوقتي يعني الابتلاء ما يكونش الا بالمرض لا ده ده ظن جير صحيح ومش في محلهم المشكلة التانية كمان حضرتك ايه بقى ان دلوقتي بييجي بعض الناس لما يصيبوا يا أستاذة شيريني الابتلاء فيعدي يعني يتأفف ويلتم ويصوت ويصرخ يا رب اشمع عن انا الواحدة اللي عملت فيها كده طب ليه ما كانش فلان طب ما فلان ده عايش حياته بالطول وبالعرض وما بيحصلوش حاجة هو ايوة دي مشكلة يا دكتور عبدالله دايما بنبص اللي قدامنا اشمعنا ده ربنا سيارها ده ده كويس ده ده عنده اولاد ده هو لكن ما بنبصش ايه اللي بعد كده يعني سبحانك رب كل واحد عنده 24 اراض يعني ربنا مندهم له بالضفط فيا دي بقى الفجوة اللي بتحصل بين البشر ايه الحلوة الكلمة الحلوة بقى الشيخ الشعراوي دي ال24 اراض اه طبعا هو كل واحد هلية رحمة الله كل واحد واخد ال24 اراض بتوقع هو الواحد الصحيح زي ما احنا بنقول بس في واحد بقى ايه واخدهم مثلا صحة فلوس جاه منصب واحد واخدهم ذكاء وسامة يعني سرعة بديهة طلاقة في الكلام كل واحد واخد حاجة واحد واخدهم مثلا قدر على ادارة الازمات واحد واخدهم سرعة بديهة ان هو يتعلم الحاجات بسرعة زكاء مثلا اه فبتلاقي وحتى الذكاء ده كمان انواع يعني في واحد مثلا ذكاءه يؤهل ان هو يكون فيلسوف او عالم امور عقلية في واحد ذكاءه يؤهل ان يكون فيزيائي في واحد ذكاءه يؤهل ان يكون طبيب اسنان مزبوح في واحد ذكاءه يؤهل ان انت حضرتك لما تخدير العربية وتلاقي ميكانيكي كده في ورشة صغيرة يعرف لك فيها ايه والتوكيل ما يقدرش يعرفها هي يعني نعم ربنا سبحانه وتعالى ما اسمها سبحانك يا رب طبعا المشكلة ان احنا بس عندنا حتة عدم الرضا اللي حضرتك قلتيها دي لان يعني ودي اللي قال عليها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال قد افلح من اتاه الله يعني من رزقه الله ومن كان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتاه ان ربنا يرزقه القناعة بالحاجة اللي عنده هو يرضي يعني كده الرضا ربان يرضي نحن دلوقتي باللاقي ما عادش فيه قناعة باي شيء يعني كنت مرة بتكلم مع شباب في احنا الجامعات الخاصة يعني فهو زعلان من والد فقوله انت زعلان من ابوك ليه قال لي عشان مش عايزي غير للعربية قلت له طيب انت عربيتكي قلت مثلا عربيته ايه يعني عربية صغانطوطة كده بسيطة متوضعة لقيت لأ عربية فخمة وكويسة طب ليه امالها انت مش مؤثر معك في حاجة قال لي لأ دي قال لي عربية حسنا عندنا عربية كلها مش عارف مزيراتي ويجيب وايه وعد يسميه لأسماء كتيرة كده قلت له طيب يعني تبدأ يا دكتور عبدالله يعني اصل الاطفال كلهم كده والناس فعلا ما تقتنعش قوي بالحياة والصحة والنعمة كتيرة اللي ربنا مدهن النشأ دور النشأ يا أستاذة شيرين النشأ هي الأساس انت حضرتك لو ربيتي او تعالى نرجع للجيل شوية القديم تعالى نرجع للولد والولدة وحتلقوهم ربوك على حاجة غير ما انت مثلا ممكن تكون ربيتي أولادك لغصبا عن مين الجيل بيختلف اه طبعا شئنا ما بينها بيختلف بس احنا نحاول ان احنا نقرب نجيب أولادنا لطالعين في جيل التكنولوجيا والحاجات دي كلها المعقدة نحاول نقربهم من الجيل بتاعنا شوي طيب بعد اذنك ناخد معنا مكلمة طبعا ونكمل حوارنا صباح الخير أستاذ رمضان من الده أهلية صباح الخير عاصبنا بقى له كتير يا ريت تعاود الاتصال تاني أشكرك كلمة حلوة قوي حضرتك قلتها يا دكتور عبدالله ان النشأة فعلا النشأة شيء مهم جدا وكمان التطور اللي احنا فيه ده للأسف بقى نشوف سلبيات أكتر من الإيجابيات فيه فطبعا فيروس كورونا هنا كمان ادينا درس ويدي للأمة الإسلامية كلها ان احنا ازاي نتعامل مع بعض ان احنا ازاي نخلي بنا من ولدنا ومن أسرتنا ومن كمان شغلنا وزي ما بتقول حضرتك كده فلتر بيفلتر الحياة معنا صحيح وده فعلا اللي بيحصل دلوقتي وكل واحد يعني انا شايف ان قعدت الناس في البيت دي فترة مهمة جدا لمراجعة النفس ليه بقى انت دلوقتي بدل ما الواحد فينا كان بيجري وبيلهث في الدنيا من ساعة ما يقوم من نوم لجاية ما يرجع ينام جري 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 متواصل واطلع اكل هنا واصهر هنا وعود هنا ولعب هنا وعمل ما كانش في عندي فرصة لمراجعة النفس دلوقتي انا اختلت بنفسي وقعد في البيت فبتظهر حاجات كتيرة يعني احنا خايفين الكلام دينا قلته قبل كده خايف لما المحاكم تفتح ونرجع نشتغل تاني حلاقي حالات خلع وطلق بالهبل يعني حضرتك شايف في استقرار لا ده انا خايف من العكس ده انا مش مستفشر به خير في وقت فيروس كورونا والحجر البنزلي انا خايف من الاستقرار ده ليه بقى لان تسعين مش عادي اقول نسبة كبيرة فعلا تسعين في المئة من الاباء والابناء والاولاد ما بيعودوش مع بعض فدلوقتي اضطروا للاحتكاك المباشر والتعامل كيونة واحدة متكاملة في البيت فاضطرت الست اللي كانت طول النهار مع صحبتها انها توعد في وش جزهة واضطر الباشا اللي كانت طول اليوم على الاهوة واللي طول اليوم صهران بره ان يوعد في وش مراته والاولاد اللي هم متعودين يعودوا مع الناني او مع الشجالة او متعودين يكونوا مع صحابهم في الدروس وعادي انتوا اليوم على الفيسبوك والواتساب والقصص دي كلها اضطروا ان هو يبدأ يتعامل في جو الاسرة وان فيه سيطرة وكلمة من بابا وماما دي بتعمل مشكلة ليه بتعمل مشكلة؟ لان للأسف احنا نسينا ان احنا نعلمهم ده الفترة اللي فاتت دي والجيل اللي طالع من بعد الفين ده احنا نسينا نعلمهم الكلام ده ما تعلموش يعني احنا زمان احنا صغيرين كنا نوعد مثلا يعني بسبب ظروف الحياة اللي احنا فيها طب ناخد تليفون بس لساس رمضان صباح الخير يا ساس رمضان بدأ اهلية اهلا بحضرتك اهلا عليكم السلام ممكن تعالي صوتك شوية ساس رمضان انا مستمع خالص اه بقول شار اتفضل يا ساس رمضان معايا درسة بسيطة اتفضل سامع حضرتك اتفضل درسة بسيطة من كورونا دارت رأسنا ورأس ابونا لما نسينا المولى العالي ما عاد قوة تحميلينا اعلموا ان الشقة في المولى لكن نعمل اللي علينا يعني نعود للمولى بسرعة ونظافة وتطريق يحمينا لما بطيب حتشوف الأيان والجرسة انها وشكنا فينا يمكن نعود لزمان صارح حتى المولى اعضى علينا شكرا اشكرك يا استاذ رمضان مرسي جدا اشكرك طبعا يعني احنا فيها دي مواهب بتبان حاجات جميلة جدا استاذ رمضان بنشكره على الشعر الجميل اللي قالونا على الصبح كده طيب الدكتور عبدالله حضرتك طبعا قلت انشأ شيء مهم جدا جدا ونعيد تاني الجو الأسرة وقد ايه طبعا الابتلاء فعلا ممكن يكون ان هو مش شر بس ممكن يكون حاجة جميلة بس الانسان ما بيخدش باله الله سبحانه وتعالى بدي رسائل كتيرة بس دايما الانسان ما بيخدش باله طيب هنا بقى دكتور عبدالله ازاي ربنا يرفع عننا البلاء ده يعني فيه ازاي ان انا اقدر اصبر كمان وان انا يعني ارضى بقضاء الله سبحانه وتعالى شوف اقول لحضرتك على حاجة احنا مشكلتنا ان احنا كلامنا كتير جدا وان احنا الشعوب العربية بالذات تجيد الكلام وتجيد ان هي يعني ايه يعني احنا عارفين كل حاجة على فكرة يعني انا بعتقد ان الناس بالذات في الاخلاقيات والسلوكيات بغض النظر عن تكاليف الدنيا في الاخلاقيات والسلوكيات محدش محتاج ان حد يعلي احنا عارفين وممكن تعادي حضرك مع اي حد هيديك محاضرة قد كده ازاي يتعامل مع الناس وهو ما بيتعاملش مع الناس صح فاللي كنت بقوله قبل ما يتصل حاجة رمضان والشعر الجميل ده ازاي نتعامل زي محاضرة بتقولي احنا محتاجين ان احنا اولا نتعود نتعامل في البيت كأسرة يعني انا محتاج ان انا افهم مراتي وهي تفهمني اولادي محتاج ان انا اقرب منهم اه محتاج ان انا اعالج المشاكل اللي عندهم محتاج ان يكون فيه لغة حوار وخطاب لو كل انسان استغل الازمة دي لان هو يتعلم ازاي يتحور بدل ما احنا بنتفرج على السوشال ميديا الناس عمالت طلع انه كانت على جوازهم ستات ورجالة والعيال ومعرفش ايه واحنا عادين في البيت وهنعمل ونسوي طب ما انت ليه ما تستغلش الفترة دي؟ انت حضرتك حق لاني فعلا حاس ان هي مشكلة كبيرة جدا نسيش الميديا واخد حقها بدرافة زيعة في الحتة دي فانا مش عارفة فعلا الحياة بينهم ازاي طيب الاول لو كل واحد رفت ودي مشكلة والله يعني احنا دلوقتي لو انا ما عدتش كده مع نفسي وعدت افكر اقول طيب انا دلوقتي في ايه مشاكل مثلا بيني وبين الست العيشة معي في البيت دي؟ في واحد اتنين تلات اربعة طب هي بتكره مني ايه طب ما الحاجات اللي هي بتدقيها مني ما بلاش اعملها ببساطة يبقى انا محتاج هنا ايه بقى عشان اعدل ده؟ محتاج ان انا يكون عندي العزيمة لمواجهة اخطائي والاعترف بيها وان انا اعدلها من الشجاعة ان انا لما لقى حضرتك مثلا بيني وبينك شول او بيزنس او اي حاجة وانت بتتضايقي من طريقة معانة في التعامل مني ليكي من الفطنة والذكاء والشجاعة والياخة ان انا ما اعملهاش طب لما بالك لما تكون دي بقى امراتي اعدى اضايق فيها ليه يعني استفدت ايه من كده؟ نفس الشيء الزوجة اللي بتعاني تجوزها على الريحة والجاية بدون سبب لازم تغير السلوك ده ان الله لا يغيروا ما بقومه حتى يغيروا ما بانفسهم لو انا فاكر ان انا هاعد اقول يا رب يا رب اكرم يا رب ارفع الكورونا يا رب احنا ناس غلاب يا رب وبعدين اقوم اللي كنت بنام فيه قبل كورونا هو اللي بصحفيه النهاردة مفرط في اسرتي مفرط في واجباتي وهو ده اكبر حاجة حضرتك النهاردة بتضيع المجتمعات هي الاسرة زمان كانت الاسر محترمة وكان فيه فكرة الكبير وفكرة الادب والاخلاق وفيه مواعيد وفيه نظام حد يشقدر يخش البيت متأخر ممنوح حد يشرب سجارة قدام الكبير دلوقتي حضرتك ولا يحط رجل ولا بابا ما عدي انا بقى بقى نايمة لا لازم ابقى قعدة بقى فيه تربية دلوقتي ما فيش الكلام ده انا بشوف حاجات بشوف اولاد قاعدين ما كان معانا الولد احاطت قعد ارجله متقاطعة رجل على رجل يعني فش ابوه بشوف اباء اولاد بيحكول ان انا بشرب الوسكي في البيت مع بابا عندهم ببار في البيت فانت حضرتك متخيلا ان احنا بقى ده حال الامة العربية والاسلامية ونقول لربنا يرفع البلاء طب ما عشان ربنا يرفع البلاء لازم ان احنا زي ما قالنا نعمل وقفة مع نفسنا ما نزل ذنب ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبة ربنا قال واتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ليه با ايها المؤمنون الاستباشرين لان المؤمن مش معصوم الناس فهم ان انا انسان مؤمن كويس وانا لازم اكون ما بغلطش خالص وده مش موجود على وجه الارض المؤمن هو الانسان اللي بيغلط وبيرجع الفرق من المؤمن وغير وغير ان غير المؤمن او الانسان اللي هو فاسد هو مش فارع مع حاجة بينام في الغلط يصحى فيه هو حياته كلها كده اللايف ستايل بتاعه كده انما الانسان المؤمن ممكن يشتني ويغلط بس ان يغلط ضميره ويوجعه وميرجع يتوب تاني يرجع يزبط نفسه تاني انا وقعت النهاردة اقوم اف بكرة هو ده اللي هو ايه كلما اذنب عاد وكلما يعني اخطأ تاب واناب احنا محتاجين ان احنا نفعل القيمة دي في حياتنا انما لو عادنا نتكلم كده ونسمع كلام جميل الله ونمصمش شفايفنا وخلاص وما بنعملش حاجة طب انا اقول لحضرتك على حاجة طب كم واحد في فترة الحظر دي فكر انه يخلي عنده علاقة بالقرآن اصلا من فينا بيقرى قرآن دلوقتي محد يوم اخرنا لما حد بيقرى فينا بيقرى الفلق والفتحة والناس لما يكون نازل راح الشوى للصبح او يشغل القرآن كده في كاسة العربية يعني كده ذر للرمادي في العيون الله يا دكتور عبدالله فيروس كورونا جي يعني هو دلوقتي يعني ما بيفرقش جي يعلم الناس كلها حاجات غريبة تضحك على نفسك ما بقاش ينفع دلوقتي تضحك على نفسك خلاص بيتك ولادك هما اللي بقين لي كل اللي كان اللي يقصل ده ما بقاش ينفع كان معنا التليفون بس الاستاذ احمد استاذ احمد معنا طيب تبعنا تاني استاذ احمد بس هي نظرية كلها ان هي فعلا اعادة ترتيب تاني وان الانسان ياخد باله ان فعلا بقى فيه خلاص احنا بقينا في مرحلة ما بقاش ينفع الحاجات اللي احنا نتعاملها زي الزمان مع بعض حتى كمان تلاحظ الاستاذ في الشغل مع الناس بيحاولوا ان هما يوقعوا بعض ياخدوا حاجات من بعض ما بقاش في حتى حتة الضمير ان انت تبقى عندك ضمير في شغلك ضمير في زيت ربي ولادك الحاجات دي كلها بس هنا بقى يا دكتور عبدالله تنصح بقى الناس ممكن بيه طيب ناخد احمد صباح الخير يا استاذ احمد صباح الخير يا فاندي اهلا بحاجة انا بشكر دكتور حضرتك المستضفاء دكتور عبدالله اهلا الله يخليك يا استاذ شكر لله يعني بحاجة حضرتك على المقولات الجميلة دي وياريت ياريت التوعية تكون من ناحية جميع القنوات ومنسأل الناس ومنسأل الناس ان يتعاونوا مع المسلوم في الدولة من ناحية ايه يا استاذ احمد حضرتك عايز ايه من ناحية ايه من ناحية القيم من ناحية القيم والاخلاك وتعليم الاجيال تحاضر يا استاذ احمد اشكرك جدا مرسي طبعا الرسالة بتاعته مهمة جدا ان كل وسائل الاعلام كمان ان هي تبتدي تدي توعية وفكر كويس وان ازاي الاسرة فعلا تاخد بالها من بعضها دكتور عبدالله في بقى حوارات كتيرة جدا حول يعني احنا خلاص شهر رمضان قرب كل سنة وحضرتك طيب ايام قليلة مرسي ربنا يخليك فالموضوع دلوقتي فيروس كورونا يعني في رمضان هنعمل ايه حتى دي اسئلة الناس كلها حكم الصيام ايه فيه مثلا بتبقى حالات تعبانة فحضرتك ايه وجهة نظرك بقى طيب هو الصيام ركن من اركان الاسلام وفرض لازم لا يجوز تركه بحال من الاحوال الا لضرورة طبية تقوم بالانسان تمنعه من الصيام انا اروح للدكتور فالدكتور يقول لي المرض اللي عندك ده ما ينفعش ان انت تصمع ده ممكن يعمل لك خلل في البنية الجسدية ربنا سبحانه وتعالى قال يريدوا الله بكم الوسرة ولا يريدوا بكم الوسرة ففي الحالة دي انا مش هقدر اصوم طيب انا دلوقتي لما جيه فيروس كورونا ده بدأ ينتشر كلام كتير جدا لازم نشرب مية ولازم مش عارف يكون الحلق رطب ولازم حاجات زي تاكل كتير وحتى انا بعض الناس اتصل به قال لي لازم تاكل في اليوم ستة طقاط منظمة الصحة العالمية طبعا منذ منظمة الصحة العالمية قالت موضوع المية ده مش لا يقي ولكن لا يقي شربه الماء من العدوى ميرد كوفيد 19 تمام اذا طبعا بناء على هذا الازهر الشريف لما استعلم من منظمة الصحة العالمية قالهم دلوقتي احنا عندنا مرض طالع جديد هل شرب المية فعلا ممكن يخلي الانسان يقي من هذا المرض هل له دور لان لهو له دور في الوقاية معنى كده ان الصيام ضد الوقاية دي يبقى انا كده مش هقدر اصوم فمنظمة الصحة العالمية ردت لا ده ملوش دور في المعضو ده بناء علي الازهر الشريف اصدر فتوى وبيان بعدم جواز الافطار في رمضان تخوفا من فيروس كورونا اللي عز اقوله ان احنا دلوقتي تاني تاني دكتور عبدالله الازهر الشريف الازهر الشريف اصدر فتوى او بيانا بعدم جواز الافطار تخوفا من الاصابة بفيروس كورونا لان الصيام لا علاقة له او جفاف الحلق لا علاقة بينه وبين الاصابة بفيروس كورونا تمام طيب في دلوقتي بقى حضرتك بنسمع ناس بقى ايه اللي هم غويين ان هم يعني يقلفوا ويخترعوا ايه مشكلة كبيرة جدا ويا اخي ما تشددوش علينا ما هو الدين ده يعني هو مش دين والدي انا اللي مصنعه في البيت ولا هو يعني انا اللي مخترعه ده هو نازل كده من السماء وانا وظيفتي ان انت تسألني اقولك القانون ايه زي ما تروح لمحامي تقول له لو سمحت انا عملت كذا كا دي جريمة وبتعاقب عليها القانون كون ان انت حضرتك عايز ترتكب الجريمة دي حاجة تانية فانت ما تطلبش مني ان انا اغيرلك القواعد انا بقولها زي ما هي كده عجبك اهلا وسهلا مش عجبك برضو اهلا وسهلا لكن انا مش مطالب ان انا اغير ديني عشان ارضي الناس واكد الجو ان شاء الله عنهم ماردين وشاء رمضان صوم رمضان هو رقن من اركان الاسلام الخمس ده صحيح فده شيء اساسي مفوش جدال اساسا فعني يجي بعد الوقت نقعد نستغل بدل بدل ما نستغل يا استاذة فترة الصيام ان احنا نقول طب نقرب من ربنا طب ننظف الحاجات البلاوه اللي احنا عاملينها شويه اهو جات حاجة ها يعني ادخل الارض يرفع منها اللي عملت صالح فالعل ربنا سبحانه وتعالى ينظروا الينا نظرة رحمة اقول لا افطروا يعني يعني يبقى مش فاهم هم بيدهم مبررات بقى يعني في الحر بقى ان شاء الله رمضان كمان هيجي يعني في الحر ربنا يسهل فالموضوع بيبقى الحل ناشف شوية دي من اعراض برضو فيروس كورونا فهم بيقولوا نشرب مياه في الفترة دي على اساس ان احنا مش هنعرف نصوم بعد كده فالموضوع ملهوش هلاقة خالص يا دكتور عبدالله طبعا بين الحل اتعبان لا لا فيه عندنا احنا لسه حدرتك عرضت من شوية كلام منظمة الصحة العالمية قالت ان ما فيهش علاقة بين الكلام ده وبين شرب المياه جفاف الحل طيب هنا لو الاطباء بقى قالوا ان مثلا الحالة دي يعني لازم تفتروا فيها ظروف دي حاجة تانية وكل حاجة يعني هنا بند الاطباء يبقى هنا ده بيكون حكم خاص بكل حالة يعني ايه يعني انا رحت الدكتور فقال لي يا عبدالله يا حبيب قلبي انت لازم تفتر لما افترتش هيجلك مصيبة دلوقتي يبقى خلاص سواء بقى كورونا سواء لا قدر الله فشل كلوي كبد بن كرياس ايا كان الموضوع يعني ما فيهش جدال خالص في الموضوع يبقى دي حالة خاصة اه انما اننا طلع حكم عام لتفطير الناس واننا اخلي الناس يصيبوا الصيام يعني لا يجرع على هذا انسان يخاف الله سبحانه وتعالى منعمة بالله فدي معلومة يعني كويس ان حضرتك اثرتها عشان كان لازم الناس تعرف طبعا دكتور عبدالله بس انا عزة بقى كمان حضرتك تقول لمشاهدينك ده نصيحة ان شاء الله يعني في الازمة اللي احنا فيها وانعدي على خير بازم الله هو يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من لازم الاستغفار يعني باستغفر ربنا كتير جعد الله له من كل هم مخرجة ومن كل ضيق فرج ورزقه من حيث لا يدري ولا يحتسب فطول ما نأعد في البيت ممكن اجيب سبحة اللي همية حباية دي باشتريها من سيدنا الحسين من اي حتة واعود اعود عليها مثلا مئة مرة لا اله الا الله سيدنا النبي عليه الصلاة قال خير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله اعود عليها مئة مرة سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم غرس الجنة سيدنا النبي عليه الصلاة قال الكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اقدر اقول حسبنا الله ونعم الوكيل مئة مرة اقدر اقول اسم الله الحسن كمان جميلة يعني بتبقى حلو قوي طبعا فنا اخلي لي ورد يومي من ذكر الله ربنا الالى بذكر الله تطمئنه القلوب اشكرك جدا طبعا دكتور عبدالله رجدي في اللقاء الجميل دوت وان شاء الله يكون لقاءات تانية بإذن الله بشكرك يا دكتور مرسي مشاهدينا طبعا احنا في ظروف صعبة فعلينا فعلا الالتزام في كل شيء مش نقعد في البيت بس فترة او كده لازم نقعد مع بعض كبيت كحوار كأسرة مع بعضنا فالموضوع بيختلف من شخص الاخر فبالتالي يكون عندنا وعي وثقافة وان شاء الله شهر رمضان كمان هيجي وربنا يرفع عننا البلاء وطبعا بنشكر ضفنا العزيز النهاردة الدكتور الدكتور عبدالله رجدي عالم من علماء الأزهر الشريف مشاهدينا طبعا بشكركم واشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة وصباح الصحة والجمال